يعني أنا عايز أتكلم الحقيقة ونرجع لهذا اليوم من 30 سنة وكان يوم أسهد الحقيقة اغتيال يوم حزين جدا وتعيز جدا دي حقيقة يوم 12 أكتوبر 90 الدكتور رفعة المحبوب كان بيمر أمان فندق سنيراميس في قلب القاهرة طلع اتنين متسكل عليهم أربع إرهابيين أطلقوا زي ما أنت قلتي 400 رصاصة استقر منها 80 رصاصة في جسم الدكتور رفعة المحبوب وأنا ما أقدرش أخذ الحدث ده بمعزل عن ظاهرة الإغتيالات السياسية المنظمة اللي كانت بتستهدف كل المسؤولين في الدولة المصرية في حقبة الثمانينات والتسعينات وخلينا نفتكر نقول إن 1981 قتل الرئيس الشهيد أنور السادات في المنصة بعدها بيوم حصل وقعة اقتحام مدرية أمن أسيوت وقتل عدد كبير من ضباط الشرطة والجنود وواضح إنه كان مخطط لإصارة الفوضى وقد في البدايات وقبض على القتلة وقدمه للمحاكمات لكن جرائم الاغتيالات لم تتوقف في الحقبة دي سنة 86 كان فيه محاولة لإغتيال وزير الداخلية حسن أبو باشر سنة 90 غير حدثة الدكتور المحجوب كان فيه محاولة إغتيال زاكي بدر وزير الداخلية 91 محاولة إغتيال النبا وإسماعيل وزير الداخلية الأسبق 92 عبد الحليم موسى وزير الداخلية 93 حسن الألفي وزير الداخلية إذن كان فيه محاولة لإغتيال الدكتور عاطف صدق رئيس الوزراء اللي كانت فيه منطقة حدايا القبق أو منشية البكري اللي أصفرت عن قتلة الميزة اسمها شايماء وعدد من التلامزة في المدرسة وسمية المدرسة مدرسة الشايماء في الفترة دي اللي عايش الفترة دي من أجيالنا ويمكن الأصغر شوية إحنا كنا طول الوقت منتظرين عمل إرهابي أيا ما كانت اليفطأ اللي بيتسمى فيها في الفترة دي ختل المفكر فرج فودة بعد مناظرة في معرض الكتاب كان فيه محاولة لإغتيال الأديب العالمي المصري الجميل نجيب محفوظ هتلاحظي أكتر من حاجة على الفترة دي أولا هم اختبروا كل أدوات القتل ما بين رصاص ما بين أحزمة ناسفة ما بين يضرب رصاص على البيوت ما بين محاولة تفجير عربيات يعني التنظيمات الإرهابية استخدمت كل أدوات القتل لمحاولة قتل المسؤولين في الدولة المصرية اتنين إنه إحنا مش مهم خالص زي ما أنت قلت في البداية اليوفط اللي كل قتلة بيرفعوها ويحاولوا يقولوا إحنا غير دول دول الجهاد دول التكفير والهجرة أيها دي مهمة فكرة إنه العنف هو متأصل في الجماعة دي وكل من خرج من تحت عبايتها هما في الآخر كلهم أوجه لنفس العملة كل الجماعات الإرهابية خرجت من الفكر التكفيري لسيد قطب اللي هو بدأ بمؤامرة 65 مش هنقول لاغتيال الرئيس جمال عبد الناصر وإنما هنقول لتفجير الأناطر الخيرية وإغراق الدلتة وضرب محطات الكهرباء وقتل المصريين هو وقتها طلع بتخريجات أبعد ما تكون عن الدين وصحيحه والفقر وهذه التخريجات بقى ليها تلامزة ومريدين يعني شكري مصطفى وتنظيم التكفير والهجرة طلع من عبايت سيد قطب وطور وقال بدل ما نحارب جوه المدن نطلع براها ونعمل معسكرات وجماعات ونرجع لموتهم اللي هم خطفوا وزير الأوقاف الشيخ الدهبي سنة 78 من بيته في حلوان لأنه رد عليهم قال أنتوا تتحدثوا كفرا ولا علاقة اللي أنتوا بتقولوا لا بالإسلام ولا بمفاهيمه الصحيحة راحوا خطفوا من بيته وطلبوا تفاوضوا حول يتفاوضوا مع الحكومة ثم أطلقوا عليه رصاصة في عينه الشمال وقالوا حيث يقتن الشيطان الذي أصفر هذه المقالة اللي بترد عليه كلهم وخليني أفكر المصريين بحاجة مهمة لما كانت في بقرة ربع الإرهابية وكان كل الإرهابيين اللي بيدفعوا عن الشرعية ومرسي وشكوانا كلهم هناك كنتي هتلاقي عبود الزمر وعاصن عبد الماجد ولا مش عاصن عبد الماجد عبود الزمر وحتلاقي ناس من التكفير والهجرة وناس من الجهاد وناس العائدين من أفغانستان والعائدين من ألبانيا والمجرمين اللي مرسي طلعهم من السن كلهم حاجة واحدة هو احنا ننسى البلتاجي وهو جوه ربع وقال اللي بيحصل في سينة حيتوقف في اللحظة اللي بيتراجع فيها السيسي عن قراره ويرجع مرسي للأسر يعني اعتراف لا يوجد أوضح من ذلك بأنه اللي بيحصل في سينة من جماعات تكفيرية إرهابية دواعش بقى وقعدة وأي حاجة بقى ده بأوامر مننا طيب منهم عشان المصريين لازم يمسكوا الخيط ده بانتباه شديد يا جماعة كل دول حاجة واحدة كل دول يستهدفوا تدمير الدولة المصرية كل دول أعداءنا أي أن ما كانت العالم أخضر ولا العالم سود تكفير وهجرة ولا جهاد جماعة إسلامية ولا إخوان مسلمين مكتب إرشاد ولا دواعش كل دول حاجة واحدة كل دول فريق واحد وإن اختلفوا في بعض الأمور بينهم وبين بعض مين بيقبض مين جالوا تمويل مين كتب كتاب يعني دي تفصصيل بتاعتهم إنما في مواجهة المصريين هم فريق من الأعداء اللي بيحربوا مصر من زمان من سنة الثمانية وعشرين يعني لازم نمسك الخط ده مايفلتش منا أبدا ما نتلخبطش ما يطلعش حد بكرة يقول لا ده أنا جماعة جديدة بس أنا دعوية بس أنا لا 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 أنتوا كلكم من عب سيد قطب كلكم يعني من بطن الجماعة الإرهابية اللي كانت مسمية نفسها الإخوان المسلمين وهم ولا إخوان ولا مش طبعا موسيقى foundational نحط المنتجز